الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك أؤكد طارة أخرى حينما نقول صحح فهمك يبقى لابد أن نهتم جدا وأن نركز جدا لماذا؟ لأننا حينما نصحح فهما فإنما نصحح في مسألة خطيرة تكون منتشرة جدا في أوساط الناس إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإما من خلال الفضائيات أو من خلال الإذاعات الدينية أو من كثرتها استفادة على ألسنة الناس في كل مكان أو موجودة في كل هذه الأمور مجتمعة وفي بطون الكتب ولذلك قلت لكم لا محابة ولا مجاملة في هذا البرنامج على الإطلاق الفهم الخاطئ أيا كان متكلمه أيا كان متحدثه فإننا نعالجه بإذن الله جل وعلا ونبين الخطأ فيه ونوضح الصواب بإذن الله جل وعلا طيب أنا معي النهاردة بعض المفاهيم لا تصحح على رأس هذه المفاهيم المعنى أو الفهم من قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل أنا عايز نركز مع بعض جدا لماذا؟ لأن طبعا البعض يعني ممن يشذ عن قاعدة أهل العلم أو عما عليه أهل العلم أو من اللي ما درسوش لعلم آلة ولعلم غاية ربما يجتهد برأسه فياتم من بنات أفكاره بما ليس لا في بطن كتاب ولا قال به إمام مشتهد ولا عالم خلاصة المسألة يا جماعة إحنا سمعنا طحن وعجن ولاك كثير جدا حول قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل طيب عايزين نصحح هذا الفهم للذين يعني تكلموا بثارثرة في هذا المجال نأتيكم بالكلام الصحيح وبالمعنى الصحيح وبتصحيح المفهوم كما ينبغي أنا عايز نركز مع بعض جدا الأول نجيب الآية قال تعالى خلق الإنسان من عجل دي فين في سورة الأنبياء الآية رقمي كان سبعة وثلاثين على من والها أيضا في سورة الإسراء من قول الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا الآية رقم حداشر أي عجولا في الأمور أي عجولا في الأمور وخلي بلك من حدة أي عجولا في الأمور دي لا يعني فهم كبير أبينه لك بإذن الله بعد أن آتي بذكر بسيط ومختصر لأقوال أهل العلم حول ما ذكرت من الآية الأولى قال مجاهد رحمه الله خلق الله آدم خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق أنا عايز نركز مع بعض جدا في هذا الكلام ونأخذ نقط كده على أساس أقولكم إيه المهم إيه اللي مش مهم في هذا الكلام خلق الله آدم بعد كل شيء شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق ومعروف أن آدم يتخلق في يوم إيه في يوم الجمعة من خلال الأحاديث والسعاد ثبت عندنا في يوم الجمعة يبقى لما يقول لي خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار يعني من يوم خلق الخلائق ده في يوم الجمعة ده في يوم الجمعة فلما أحيى الله الروح فأحيى الله الروح واجعلها في عينيه وفي لسانه وفي رأسه ولم تبلغ أسفله شوفوا إلا حصل ولم تبلغ الروح أسفله شوفوا إلا حصل قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس استعجل بخلقي قبل غروب الشمس استعجل بخلقي قبل غروب الشمس هذا قل مين قل مجاهد خلي بالكم الحيطة مهمة جدا أنا ما أتلكش قال صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث الصحيح المرفوع ولذلك عايزك تميز بين دي ودي وما أقول لك قال مجاه يبقى نوضح مع بعض جدا قال مجاه إذن أنا بقاتي باجتهاد تفسيري لإمام إنما ما قلتش هذا حديث مرفوع أو يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم علي جدا وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم يبقى لحديث قال صلى الله عليه وسلم يبقى لحديث شو اللي حصل بقى خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ما بعده يفسر ما قبله ليه أو اللي جاي هو اللي فسر اللي فات إحنا بنقول له خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ليه للي جاي بقى خلي بالكم فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها أي أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة إلى آخر الحديث الصحيح إلى آخر الحديث الصحيح خلي بالكم فقال عبد الله بن سلام قد عرفت تلك ساعة ذلك الصحابي الجليل الذي كان يهوديا وأسلم قال إيه قد عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة قال عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة طيب خلي بالكم وهي التي خلق الله فيها آدم لأن ربنا خلق آدم في يوم الجمعة يبقى هي دي الساعة اللي كذا يبقى بيقول أنا فهمت كده وعرفت الساعة دي خلي بالكم معي جدا قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلي بالك أنا عايز أقف على الفهم بقى هتقول لي والله انت جابت قول مجاهد جابت قول كذا طب أنا عايز الفهم الصحيح اللي انت وتلقى تصححوا لي في قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل أقول له تعالى كده في الآية ما بعده يفسر ما قبله ربنا بقول ايه خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون شو شو فلا تستعجلون وخلق من عجل هنا أبقى أهو فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل أهو سأريكم آياتي فلا تستعجلون يبقى الحكمة يا جماعة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما كان المستهزئون يستهزئون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ذكر هذا الاستيزاء يعني عند المحبين وأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس سرعة الانتقام من هؤلاء المستهزئين أوضح أكثر من كده الحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا وبعدها ربنا يقول على طول سأريكم آياتي فلا تستعجلون أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول وسمع بذلك المحبون لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم لأن ربنا ذكرهم وذكر استهزاؤهم بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوقع في النفوس بقى على طول سرعة الانتقام سرعة الانتقام من هؤلاء المستهزئين ولذلك ربنا مقيل يا جماعة سأريكم آياتي فلا تستعجلون يبقى فجاء قول الله بعد قول خلق الإنسان من عجل جاء التعقيب من الله يجل على سأريكم آياتي فلا تستعجلون ممكن أنت في الزمن بتاعنا دي تشوف بقى اللي قاعدين بقى على بعض الفضائيات يطعنوا في الأصول والثوابت والواحد منهم بيدعو إلى الإلحاد في بعض البلدان أو في كثير من البلدان العربية والإسلامية على نان مش كده بس بل يستأذب آيات قرآنية ويستأذب آيات نبوية مش كده بس لا ده كمان يتطاول على سيدن النبي ويتطاول على الصحابة وقبل ذلك يتطاول على كتاب الله جل وعلا باي يتطاول على الذات العلي وأظن إحنا شفنا اللي بيجي على فضائيات ويقولك إيه هلك عني سلطانية ده سلطانية سلطانية لا آخرة والثاني اللي يقولك يعني تبت يدها أبي لها بي وتب يقولك إيه أهبو لها بي اللي مالوش أي كيت يتذكر ويبقى له صورة وكيت وكيت والناس طلعت الأمر وكذا وطبعا تشوفته الأنماط واللي سخر من الأذان واللي سخر والعذب له من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي تكلم وتطاول واللي قالك على القرآن ده كتاب تاريخي قابل للنقد ويه واحدة تانية تقولك أيها قابل للنقد ممكن نشيل منه نكات ونعدل وكات فيه محتاج تغيير القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الكلام هذا في القرآن بل على الذات العلية حدث تطاول يعني لما جيه واحد وانا رضيت عليه على الرحمة لما وبعدين في قناة كبيرة لما قالك إما ييجي بقى دعوة المظلوم كذا ترفع وكذا فيخوض الله لها بعزتي وجلال لأنصر الناكي ولو بعد حين يقولك وإيه اللي منعك تنصر الوقت هكذا يقول باللفظ إيه اللي منعك تنصر الوقت مش قادر ولا في عندك ظروف ولا كذا وستهزئ بمن؟ بملك الملوك ورب الأرباب مش كده بس سمعنا اللي قال الصحابة كانوا مفتاحوا البلدان عشان النسوان وكيت وكيت على القنوات الفضائية ولذلك الجاد بقى اللي بتمولهم نعلامها البلدان اللي بتمولهم نعلامها وربما الواحد منهم بين النوكيت والنوبة عربنا وكذا وهو محترامي يحارب فيجي بقى الإنسان اللي معندوش الوعي الكامل أو اللي مش قارئ أو اللي معندوش التعصيل علمي يقولك الله الناس دي مجرش عك دعينا عليهم ها فتقم إحنا ما نبطلناش دعاء فين بقى وإذا سألك عبادي عني فإني خريب ودعوة هل دعي ذا دعاء فين 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 الناس دي اللي عملت كذا وظلمت وعملت وكيت إلى آخر يبتعدم في الدين وكذا لا 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 دي بقى استعجال ربنا له حكمة لكن أنت تجهلها إما تقف على النصوص وفهم النصوص وتصحح فهمك هتفهم تلك الحكمة ولذلك لما ربنا بيقول يعني خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي هتشوفوا الآيات سأريكم آياتي فلا تستعجلون بل يجي يبص للواحد من دول إما يكون طبعا لو حكم في عدة معانا ظالم وجبار وعلى الدين وكذا يقولك إيه دي ده عاشل مئة سنة ده ما بموتش ده الراجل ده ما بمرعتش هتفهم ليه برضو وأتصحح فهمك معي بقى بيعمل ويعمل ويحارب الدين وبيئذ خلق الله وفاسد وكيت وتقول لي أي نعم فهنت لما تفهم وأتصحح الفهم أتقول سبحان الله الآن وقفت على الحكمة خلي بالك معنا إذن لما ذكر المستزئون وكيت يعني وقع في النفوء سورة الانتقم من هؤلاء فتعجلوا ذلك ولذلك جاء قول الله جل وعلا قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلي بالك معنا طب الحكمة إيه صح عبا معي الفهم أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الحكمة أن الله يملي أنا عايز الكل يركز لأننا عارف نحن عشين في عصور فتا أن الله وما قبله وما أقول لي جاي بعد أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم يعجل خلي بالك من حتة دي يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر تم عندك الشيطان من المنظرين إبليس إبليس فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزاتك لأغيانهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين قال فالحق والحق أقود لأملأن جهنم منك إلى آخر الآية فأهو نص موجودة يبقى أهو لأملأن جهنم منك ومما انتبعك منه الأجمعين خلي بالك معي فما بنقول هنا الله تعالى يملي للظلم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر ولهذا قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون استعجلوش هاتشوفوا الآيات سأريكم آياتي فلا تستعجلون أي سأريكم نقمي وحكمي وحكمي أيضا واقتداري على من عصاني فلا تستعجلوش فلا تستعجلوش ليه بقى يا جماعة وإيه الحكمة في ذلك لماذا وما الحكمة خلي بالكم معايا جدا قال لك المؤمن غير واحد يقول ليه قص المؤمن ده لو مش على البتاع لذي ده وقع جنيز المكسور ميت بيبقى الشطان من دول بيبقى في الدور كذا ويقع ويأم ونافع أي حاجة خالص بنشوف الظالم الفاسد من دول مبارك له في أولادي يبارك له في أهلي يبارك والمال عنده بكثرة ولا مرة بيمرت وحتى المرض الأطباء اللي يجروا الغيط عليه البعض يعني يقول ليه يشوفوا إنه بقى المؤمن مسكين يا مراته عنده وابنه عنده وكات وأولاده صحته والبتلقات هنا والكات هلا واعتني لك مش المفترض بقى ده المؤمن ده اللي بيتدلع وكت بتعمل ايه في دار اللي بتلق ايه كلام دي خلي بالكم لأن فيه ما فاهم خطأ كبيرة جدا نقول لك لا ده اللي مع ربنا بقى دي لا بيتعب ولا كات ولا بيحصلوا كذا ده ربنا بيدلعه وربنا بيحفاظه وربنا بيرضيه وبيسعده كذا لا مش ده المعنى اللي انت فاهمه ربنا بيسعده قوي بالإيمان ربنا بيصباره بما عنده من دليل إلى آخر هذه الأمور وعارف ما عنده الله جل وعلا وعارف الجزاء إلى آخره إنما الابتلاءات بتنزل عليه ورى بعضها بقدر صلابة دين وذاك الحديث الصحيح من يريد له بخيرا يصب منه تلاقي الابتلاءات والنوازي النازل عليه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه شف وماله وولده على طول شف ما يزال لا يزال يعني افتتابعوا استمرار ما بتقافش الابتلاءات على المؤمن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه إذا حب الله قوما ابتلاهم حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنْ أَتَصْبِرُوا وَتَتَّاقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَحْ أَتَصْبِرُونَ 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 وَكَنَ رَبُّكَ بَصِيرٌ لو عدت تجيب لكم الأدلة يعني ولا يكفي الوقت ولذلك الناس فهم غلط يقول لك يا السلام شوف الفلان ده ربنا نبريك له فولاده أحسن تعليمه أحسن وظايف ابنه الأولان المستشار ابنه التاني واكل نيابة ابنه التالت ظابط ابنه الرابع أساس الجامعة وهو يا أخي رب العفينا اشتاد وكمان ده لب صلي ولا كتو فاسد وعام مثلا مثلا يعني مثلا اللي بديه ده مثال خلي بالك ويجي بقى على الرجل صالح جدا طقي لا ينشغل بالناس ومطيع شوف الغالبان ربنا ده ربنا زله شوف يا جرع مراته عيانة وهو بي عنده أمراض معنا بلا ربنا وولاده شوف من كتل كتل وما بيشتغلوش وظروفه طين وعمل فقوع تختار ده خاطئ المفهوم ده خاطئ المفهوم ده خاطئ زي مثلا واحد يستسهل طريق كده مع ناس بيتجروا بدين ربنا ويلموا فلوس بلا بل ويسرقوا وينهبوا وكلوا ربنا وبنعمل لربنا وربنا وكذا واستسهل ويدحك على نفسه ويقعوا ده كلوا ربنا وينهبوا كيت والناس مش فهم أي حاجة وتلاقي بقى عربية وأمول وقصر لا يا حبيبي إن كان يخفى على الناس لا يخفى على رب الناس كنت بتقول عملت وتركت للناس وبتعمل ربنا لا لا ده معروف ده خنطار عم إلى أخرى مثلا بقول دي أمثلة ما بقولش مثلا فلان بعين يعني الناس بقى مفهومة خاطئ إنما يقولك تاني ده التاني مش لقى عم يركب توك توك إلى أخرى هذه الأمور خلي بالكو الناس إنما بتوعي تقول بقى ده ده ربنا بحبه يبريك له فوق لا لا ده مش ربنا بحبه ده مش ربنا بحبه إنتم اللي مش فهمين والتاني يقولك ده ربنا لا 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 تقل لا ده ربنا بحب التاني ده ربنا بحب التاني المسكن ده خلوا بالكو معي جدا الابتلاء يا جماعة دي بقى لإيه وزيارة الابتلاء بتبقى لرفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وحط السيئات حتى يلقى العبد ربه وما عليه من خطيئة أو من ذنب أصد دي دنيا فانية الآخرة الباقية ولذلك ركزوا معايا في اللي جيدة كده في التصحيح اللي جيدة قلنا الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولديه وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة عند الترميذ والقال حصن صعيم أنا عايز نركز مع بعض جدا لما بيقول ما يزال أنا عايز نركز يا جماعة ما يزال البلاء يعني فيه تتابع واستمرار الرجل ديوه عشان عارف ربنا قوي البلاء مستمر معا الابتلاءات نازل لعيه على طول يرفع القدم تحل به المصاب يحط القدم يحل به الابتلاء يعني طالع عليه ابتلاء نازل عليه ابتلاء حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة خلي بالك ولذا قلت لكم يعني لما سئله صلى الله عليه وسلم قال أكثر الناس بل الأنبياء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل خلي بالك يبتلى المرء على قدر دينه ولذلك الابتلاءات ده مكفرات لخطايا المسلم ورفع لدرجاته وحط لسيئاته طيب خلي بالكم عاية كده من اللي جاي ده إما قال العلم قاله فيها التتابع والاستمرار ما يزال البلاء متتابع ومستمر قاله معنى ذلك لو ما يقولوش مرة واحدة لا ده على طول متتابع ومستمر مش كده بس ده إلى أن يموت إلى أن يموت حتى يلقى الله حتى أنا أعيد أبطأ وعيد عشان توصل لأن الفهم ده عند السواد الأعظم من أسخة حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة عن أنسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أنا عايز تركزه وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه أي بسبب ذنبه يأخر له بسبب الذنب اللي بيعمله أخر عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة يأخر له ما يعقبوش في الدنيا عشان يويله بقى في الأخرة ده عند الإمام الترمذي نفهم بقى مع بعض بقى إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واحد قاعد كده في قاعدة واختاب فلام أم يشتغل معهم لذلك أم يا رجلي آه الكسرت يلا على طول ربنا بطهرك أنت إنسان كويس ما كانش لك في ده راح كده قاعد مع ناس قاعدين يبصوا للحريم وبتقف لنا آه ده كده كده خاض إلحق حصل في البيت كده ربنا بطهرك لأن انت كويس ليه ليه تعمل كده إن الذين تقوا إذا مساهم طائفوا من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون ارجع ارجع لربنا على طول ارجع ولذلك ربنا بطهر المؤمن أول بول إنما إذا أراد الله بعبده الشر بقى أمسك عنه بذنبه خلي بالك إذا أراد الله بعبده شر يعني ربنا مش ريده الخير ربنا هيعقبه خلي بالك معايا كده أمسك عنه بذنبه حتى يوفيه يوم القيامة عند الإمام الترميذي خلي بالك أي إذا أراد الله أي قضى وقدر بعبده الخير أي إذا أراد بعبده الخير كله خلي بالك عج له العقوبة يعني اللي ابتلاء بالمكاره الولا جرى له كذا البنت مرضت الزوجة جرى له كذا هو حصل له كذا تعجيل تعجيل بمثل هذه الابتلاءات من باب التطهير لأن ربنا بيحبه خلي بالك بها وليه في الدنيا لأن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الأخر إما يتعذب شوية باللي بتلأدي في الدنيا أهوى من عذاب الأخر في الأخر إيه ده نار وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خلي بالك معي التاني بقى العاصي إذا أراد الله بعبد الشر بقى أمسك عنه بذن به أمسك عنه أي أخر الله عنه العقوبة أي أخر الله عنه العقوبة خلي بالك يعني إيه اللاعب يغتب التاني ما هو مجررش حاجة إنما المسكين الطيب ده أول مقام الكسر إنما التاني يجرق ويغتب دا ويغتب دا وماشي ولا في أي شيء ويزني هنا وهنا ما في أي شيء يفسد هنا وهنا ويسرق وينهب وباسم الدين وباسم كيء ولا أي شيء على الإطلاق خلي لأن ربنا ربنا ما بحبهش وأراد به الشر ولذلك يؤخر له العقوبة يؤخر له العقوبة بذنب أي بسبب الذنب حتى يوافيه أي حتى يجازيه جزاء وافيا يوم القيامة خلي بالكم معايا لذلك شفوا خلي بالكم معايا كذا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دفاع ناس للمظلوم ليه هو شايف الظالم بسافر من دولة دولة بركب الطيارات طرى في جو يا رب احرقه يا رب ما تلزله يا رب ده عمله وتركه ويلاقيه آخر انبساط بل بشرب كمان الخمرة في الطيارة ومزاجه تمامه وقاعله معي الحريم في الطيارة إليه في الجو يبص يلاقيه ركب كده مع ترامي مش سفينة ولا مجرد مركب لا ولا مجرد لنش لا ده ركب بقى ياختي بقى متصل بالقمر الصناعي وبعدين راقب ويشرب ومعاكت وراقصات وكلام من ده وظالم وفاسد وعامل وقاتي يا رب عليك ويبص يلاقيه نازل آخر الصحة كده ويفرض عضلاته الله داني دعيت يا رب هيت اللي بتقول أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء يا رب هو ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض داني دعيت آه أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض دعيت يا رب لا أنت اللي مش فاهم أنت اللي مش فاهم الحكمة لأن ربنا أنزل الحكمة دي في القرآن إرجع ويفهم دعا عشان ربنا أرده الشر وما بيحبوش وما بيعقبوش في الدنيا ليه ما يكفرش عنه سيئات ولا يبتليه لا دا بيمسك عنه بسبب الذنب دي حتى يوفيه هما القيامة تعال بقى استحق بقى اللي تاخده خلي بالك ولذلك في الطيرات في اليخط في الكلام دا كله ركب السيارة وفيش حد كيت وممكن يتف على الناس وظالم وفاسد وكيت يا رب الصالح اللي ايه انا والله دا ولت كذا وام سابب وبتاع جيركب عربيته قمت عربيته لمقلوبة اه اه قلت لا عشان ربنا بيطهرك انت غلط وظلمت ربنا بحبك بيطهرك بقى عربية اللي تتقالب انا انا راكب عربية قد التوك توك انما اتقنى راكب عربية بكم مليون وكانت وظالم وفاسد وما جرلوش اهيوه يدي الحكمة لازم ان تفهم الكلام دي لازم ان تفهم الامور دي واذاك شوف ربنا بقول ايه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله اما ايه شوف اللي وراها بقى ما بعدها فصل ما قبلها انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار واذاك تقول للراجل دا يا اخي دا عايش فوق التسعين مش عايزي ما تموتش يا جرع وفاسد وكت يا جرع اوه انما يؤخرهم المجرب اللي بحاربت ضدها يا جرع صح او كت ومال وعياله في انضف مدارس اجنبية احنا ولدنا مش عارفين حتى نعلمهم وكت ايوه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لازم ان تفهم الحكمة لي ولذلك يا جماعة الناس اللي مبقاش عندها فهم ووضوح ليه مناط الأدلة وفهم الأدلة وفهم روح النصوص بيفهم خطأ وممكن يزلزل في الدين اه باه ها ما دام الدعاء ما بيستجبش بقى ها ما دام انا بادعي دا 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 دام خمس سن بادعي انا عشان سن بادعي بعدين ما اكله ليك كوله ليك بإذن الله وفي ميزانك بس انا ما اقدرش اغير حكمة ربنا وموعد ربنا ووعد ربنا عشان أنت بتعمل إيه هو ربنا ما أنزلك في القرآن هذا ما أنزلك في النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيين لك في السنة هذا يعني لازم أن تفهم بقى افهم الحكمة الربانية من ذلك إن أنت أمست وعملت أنت على نفسك وانت فاهم خطأ وانت بتنفذ خطأ وانت بتعمل خطأ تحمل بقى خطأ نفسك ولذلك الحديث عجبا لأمر المؤمن يعني إن أمره كله له خير شوف إن أمره كله يعني في السراء خير في الضراء خير في الابتلاءات خير في عالم الابتلاءات خير إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء على فكرة ما الكثيرين بيقولوا إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء خطأ جابت منين الفتح ده إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له شفت بقى الجمال بقى هذا اللي عند المؤمن ودي جنة المؤمن بقى جنة المؤمن ولذلك في الدنيا جنة في الدنيا جنة لجنة الرضا بما قدر الله جل وعلا ولذلك الإنسان يا جماعة لما بيؤمن بقدر الله جل وعلا لما ما بيستوش بالجاهل ويقرأ ويفهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مرتاح آه صدق الله صدق رسول الله فعلا زي ما ربنا قال في القرآن زي ما سيدنا النبي قال في الحديث الصحيح اللي بيحصل ده لأنه بالإيه هو الرجل ده بيبرك له في أولادي بيبرك له في مالي بيبرك له في كيت لأنه يؤخر له هو بحرب الدين إنما الرجل الصالح الطيب ده هو اللي ابتلقى في الولادي اللي ابتلقى في الأهل اللي ابتلقى في المال اللي ابتلقى عنده في كل شيء ما بيحاش يقوم من قوم لأن هذا أراد الله بالخير وهذا يحبه ربنا جل وعلا ولذلك يا جماعة أنا أمنيتي الفهم الصحيح اللي أنا قلته دي يصل لكل الناس لأن اللي عندي أكثر الناس اللي عندي السوادي الأعظم عكس اللي أنا قلته الناس فهم بدليل أنا نفسي أقعد معنا أقول لك بسمي يا سهل فلان ده ربنا نبارك له في الأولاد ده ربنا أراد عنه من أدراك وفلان ده يبقى فاسد ومجرم ومحارب لديهم مصليش ولا يعرف ربنا ولا أي حاجة يا عمي أنت هو عشان المناصب والوجهات والكلام ده لا ده في آخر الزمان مثل هذه الأمور لا تكون إلا للكع ابن لكع من حديث النبي صلى الله عليه الصلاة والصلاة والعلمة أحمد شاكر في مستدر أحمد وغيره يعني لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع اللي هو التافي السفيه الحقير اللي هو يعني والعياذ بالله جل وعلا فيه مثل هذه الصفات يكون أمر الناس بيده أو بيده أمثاله من حديث الرواي بيضة أو يعطي على الناس سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذف فيها الصادق ويقوم فيها الأمين ويطمن فيها الخان وينطق فيها الرواي بيضة النبي يسأل عن رواي بيضة يقول أتافه الرواية الثانية النبي يقول أسفيه اللي هو الرواي بيضة ها أتافه ويتحدث فيه أمور العام ولذلك النبي لما تحدث بقى عن موت معظم الصالحين أو الكثير من الصالحين في أزمنتنا ديا وبأول أكثرها بتبقى والعياذ بالله والعياذ بالله من كذا إلى آخر من هذه الأمور يعني فيه التفاهة والفساد إلى آخر هذه الأمور قال يصيروا أمر الناس بأيديهم اللي هو أمثلة اللوكع والرواي بيضة يصيروا أمر الناس بأيدي يبقى المدير بتاعك ممكن تلاقيه لوكع ده مثلا في الزمن اللي أنا بتكلم عنه وما قلت الزمن معين ولا قلت اللي في بلد معينة أنا أهو باشرح أنا بنقل والله بالنص بيبقى ساعتها ما احترامي الكات اللي كذا اللي يظن منه نصرة الدين ربما يكون ما في قلبي زي ما النبي قال مثقلح يعني خاردلة من إيمان يعني ما فيش ما فيش والعياذ بالله في جل وعلا بس سبحان الله الموازن عند الناس السئ اللي ما يشأريه ولا عندها الفهم الصحيح مختل ولنالأمنيتي أن يقف الناس على تصحيح هذا الفهم أمنيتي أن يقف الناس ليه عشان الناس اللي وقع على التقاد بلال والنار مظلومة حتى من الناس الناس بالظن أن الناس دي سيئة يقولك يا يا عمي الله أعلم بقى عامل إيه دا ربنا بيعمل فيه وعمل فيه والتاني يقولك سكوت يا أخي الله أعلم ما جايز سيئ دا ربنا يا أخي نازل عليه نازل دا ربنا بيعمل فيه يا عمي دا حب يا عمي دا ابتلاءات يا عمي دا رفع درجات يا عمي دا زيرة حسنات يا عمي دا حط سيئات وتكفرها دا حب إنما التاني اللي انت شايفه اللي قاعد يحطم ويعمل ويشكك في ربنا وفي الرسول صحة وعيال وأموال ومناصب ده غضب ده هو ده الغضب بقى اللي انت بتكلم عنه ده الغضب لذاك يا جماعة أنا مش هطاول في النقطة دي أكثر من كده أدخل على تصحيح فهم ثاني بعض الناس لما يكون في مسجد ويسمع الأذان كده ويجي له تلفون ولا بتاعه واحد صاحبه ده في الحيط التلفونية ده كده يقول لك مش مش كده بقى أنا أخرج وابقى لحق الصلاة في المسجد الفلاني وارح أقبل صاحبي هقبل فلانه كده 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 يوم خارج من المسجد والأذان شغال الله هذا الأمر يجوز يجوز مثلا بضابط بدون الضابط لا لا يجوز وإثم وحرام كمان ومعصية ولذلك تعالوا معايا كده حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان أول وقع الأذان بيشتغل حرام حكم حرام أي يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا بقى الضابطه إلا لعذر أو بنية الرجوع إليه إلا بعذر يبقى في عذر فعلا خرجك من المسجد أو نيتك ترجع هتقضى حاجة أو تجيب حاجة بسرعة وترجع من المسجد ده تاني خلي بالكم معايا جدا الدليل الحديث خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا اللي وخرج دهو بعد ما سمع الأذان فقد عصى أبا القاسم أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الجماعي للبخاري والعز التوسع في شرحي والأحكام اللي فيه يرجع إلى موسعتي بفضل الله جل وعلا اللي هي موسعة الفقه المبسط آخر حاجة بقى في تصعي المفاهيم في الحلقة دي عشان أستفدت يعني بكل ذرات الوقت القضية الحين اللي بتخرج منها المجموعات اليهودية الحين في الأرض المحتلة في القدس تلاقي الناس راحين عند الأقصى ويقولك إيه إن التجمع لا يكون إلا عند حائط المبكة ليه يقولك لأن ده من مقدساتنا وهذا مقدس في عقديتنا وفي دينا اللي هم الخروج اللي جعلينه هذا بالأعلام ورفع بالأعلام لك من حائط المبكة الخروج اللي هو أجلوه اليوم الثلاثاء لك من حائط المبكة خلي بالكم معي حائط المبكة دي يعني شرعيته إيه في دينها أولا أو هل له وجود أبدا هل هو فعلا له قدسية في العقيلة اليهودية اللي هو ربي هل له وجود فيها لا ليس له وجود الله إما الإيه ده لعبة اخترعها من إسحاق لورية هو أول من أدخل زعم الحائط الوحائط المبكة وأعطاه صفة القداسة في القرن الستاشر الميلادي في القرن الستاشر الميلادي اسمه إسحاق لورية إسحاق لورية هو الوحيد ما كانش حد يسمع عن حاجة يسمع حائط المبكة ولا كان فيه اللفظ ولا كان فيه كلام دي على الإطلاق في القرن الستاشر هو أول من زعم الحائط دي وقال بأنها دي ده حائط المبكة أول من أدخل يعني زعم حائط المبكة وأعطاه صفة القداسة خلي بالكم عين واحد يقول لي الدليل إيه بقوله الدليل إن ارتباط اليهود حتى القرن الستاشر كان بموقع الهيكل فقط بموقع الهيكل وعلى فكرة أنا أثبت لكم قبل كده إن ما فيش هيكل وإن سليمان لم يبني هيكلا أبدا بل بني مسجدة حتى بالنسبة لليهود لما قلنا تعالوا يا يهود فين الهيكل دي جابت لكم الستة أقوال بتاعها ألا ده تحت المسجد الأقصر يعملوا الأنفاق وما الأنفاق عشان يسقطوا المسجد ويوقعوه وجابوا علماء الجيولوجيا والأقمار الصناعية ما فيش أي حاجة ولا أثر لهيكل كنينة خاص طيب فين يا جماعة قلت لك لا 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 ده في الحتة الفنية قالوا ستة أماكن ستة أماكن ما كانش هنا يبقين ما كانش هنا يبقين ولم يعثر ولم يعثر على أثر لهيكل في الستة أماكن خلاصته خلي بالك ولا توجد أي إشارات إلى الحائط الغربي لو حائط المبكة أو حائط البوراق ده أبدا في الديانة اليهودية مش كده بس ولم يأتي لحائط المبكة دي ولا حائط البوراق ذكر في المصادر اليهودية أبدا 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 التي تتضمن يعني وصفا القدس لغاية القرن 15 ليه عشان اللعبة دي ما اخترعتش إلا في القرن 16 اللي قلتلكوا اخترعها مين؟ أسحاق لورية خلي بالكوا معايا جدا من المعلومات دي الأعجب إن الحخام اللي اسمه هيرث الحخام هيرش خلي بالكوا معايا جدا البعض يمتخوا كما ذكرتوا أولا الصواب هيرش الحخام هيرش اليهودي خلي بالكوا معايا جدا اللي بيعيش في القدس على بعد أمطار من الحائط المزعوم عمره مزاره ولا راح عنده ولا يجي زي ما ترمبي والتاني يروحه ويمسعه وبتاعه ويلبس للبتاع على رأسه ما أبدا أكبر حخام يهودي المتعصب دي عمره مرح يسألوه ليه ما بترحش دي قالهم لأن ده حيلة من الحيل السياسية الصهيونية حيلة من الحيل السياسية الصهيونية وليس له أساس لا في الديانة اليهودية ولا في المراجع اليهودية ولا في المصادر اليهودية ولكن ضحكوا على الناس حتى أخذوا الناس الوقت وخلاصوا ودلوا صفة القداسة إلى آخر هذه الأمور وأنتم تعلمون القوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني جاء الذكرون في القرآن بمثل هذه الأمور وأشد وأنكى كمان وإن منهم لا فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكاذبة وهم يعلمون أيضا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون يعني الأصل شغلهم اخترعات اخترعات وكذب وتأليف وفترة وتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقصان نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الأمر السيء الشنيع اللي هو مليء بالضلالة والإضلال والعياذة والله جلو علىه أسأل الله لداية لي ولكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته